بيه حاجة بقى مهمة جدا وهي ايه وإحنا بنتكلمه هو على الجهود المصرية والضغوط المصرية يجب على كل العالم تاني يجب على كل العالم مرة تالتة يجب على كل العالم الضغط على الجانب الإسرائيلي للاستجابة في وقف هذه الحرب العالم لو أنا بتكلم على الرأي العام الدولي على مستوى الشعوب يرفضون هذه الحرب جملة وتفصيلا الناس شافت المدابح اللي بتحصل على الأراضي الفلسطينية وطبعا واللي كان تركزها شديد على قطاع غز الحكومات الأنظمة القادة الزعماء تاني بتقع العالم شافوا ده شافوا ده إزاي شافوا ده الحقيقة وأقدر أقولها لك بملو الفم زي ما بتقال كده بسبب مصر مصر قدرت إنها توضح هذه الصورة تعلن هذه الصورة تروج لهذه الصورة وهي الواقع بحد ذاته ثم زي ما حضراتكم شفتوا مكالمات كل عواصم العالم للقاهرة كل زعماء رؤساء حكومات رؤساء جمهوريات أمراء سلاطين ملوك وزراء خارجية إلى آخره الكل أتى إلى فخامة الرئيس الكل أتى إلى مصر الكل أتى ليتفاوض أو ليجلس أو ليستمع أو ليفهم من الأجهزة والمؤسسات المصرية إذن على كل العالم أنه يضغط على الجانب الإسرائيلي لقبول هذا الوضع قبول وقف إطلاق النار قبول وقف هذه الحرب لا أحد يريد الحرب يجب أن نقف جميعا لأجل الإنسانية الآن أصبح هناك دور كبير جدا على كل العالم على كل الحكومات في الضغط على الجانب الإسرائيلي من ناحية تانية فخامة الرئيس السيسي ألف تدوين لي على صفحاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما نصه كالتالي أتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة وأدعو كل الأطراف لبدل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء وهنا تنتهي تدوينة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي